بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً وسهلاً فيكم في درس جديد من دروس التربية بدنية والدفاع عن نفس التربية الفكرية الفصل الدراسي الثالث الصف الثالث متوسط درسنا لهذا اليوم هو الوثب الصحيح قبل ما نبدأ في درسنا يا أبطال نبقى نستعرض مع بعض أهم المطلبات ومارسة النشاط البدني بشكل صحيح أهم هذه المطلبات الراحة الكافية بعد ذلك التغذية السليمة وكذلك اللبس الرياضي المناسب والحذاء المناسب أيضاً المكان المناسب والآمن حيث تغفر في عوامل الأمن والسلامة بعد ذلك يا أبطال أحسنتم الإحماء المناسب ما هو الإحماء؟ هو تهية الجسم لدى النشاط البدني عن طريق عمل بعض التمرنات السهلة البسيطة أيضاً يا أبطال شرب الماء باستمرار قبل وأثناء وبعد النشاط البدني لماذا؟ لإحماية الجسم ميلا الجفاف الآن يا أبطال نحن في المكان المناسب وكنا مع بعض بتدين زي رياضي المناسب نبقى نبدأ بماذا؟ بالإحماء المناسب جاهزية التمرير الأول المشي في المكان التمرين يستعد ابتد 1 2 3 4 أربعة 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 أ oppress أ احسنتم التمرين الثاني يا ابطال ذراعي في الوسط طع ثانية جدال اليمين فيها أربع أدات والشمال فيها أربع أعدات تميز يمين ثلاثة أربعة أ ثلاثة أربعة سنت ثلاثة أربعة أ سنت ثلاثة أربعة أ آخر عما تقف باع سب خفض التمرين الثالث يابطال دوران الذراع من الخلف إلى الأمام التمرين يستعد يبتدي 1-2-3-4 أحسنت 2-3-4 وممتاز 2-3-4 وممتاز 2-3-4 آخر مر أحسنتم التمرين الرابع يا بطال هو مماثل التمنية الثالث ولكن باختلاف تجاه دوران الذراعين وعنجل بالرفع حيث يكون دوران الذراع من الأمام إلى الخلف يستعد يبتدي 1-2-3-4 أحسنت 2-3-4 وممتاز 2-3-4 آخر مر رجع قف رعينس والخفض ناخد نفس مع بعض أحسنتم الآن وصل لنهاية الإحماع الجسم صار جاهز لأداء النشاط البدني مع بعض نستعرض درسنا لهذا اليوم من الأطب وهو الوثب الصحيح ما هو الوثب؟ الوثب حركة انفجارية تتمثى في دفع كتة الجسم بأكمله في الهواء حيث انتقال من نقطة إلى نقطة أو من أسفل إلى أعلى نلاحظ في هذه الصورة الآن يوضحنا كيف تكون عملية الوثب لذا فهو يتطلب قدرا كافيا من قوة العضلية لتحقيق ذلك كما يتطلب أداء متوافقة لكل أجزاء الجسم ويتكون الوثب من جزئين أساسين هم الارتقاء والهبوط ويأخذ الوثب أنماط مختلفة وفقا لاتجاه الحركة فيه أنماط الوثبي أبطال إما الوثب الأفقي أو العمودي أو الوثب من الارتفاع الوثب الأفقي هو انتقال من نقطة إلى نقطة هكذا الآن أنا في هذه النقطة ألف سوف أذهب إلى النقطة باء هذا سمى الوثب الأفقي أما الوثب العمودي فهو عملية دفع الجسم إلى أعلى والهبوط في نفس المكان أما الوثب من الارتفاع حيث أنه يكون في مكان مرتفع والنزول إلى أسفل نلاحظ هذه الصورة توضحنا ما هو الوثب الأفقي وتمثل أوجي اختلاف في هذه الماطفة في شروب كل من ارتقاء والهبوط لكل منهما ويعتبر الوثب القدمي للأمام أحد نواة الوثب الأفقي وهو حركة انفجارية تطلب توافقا في أداء لكل جسم ويتكون الارتقاء والهبوط معا بالقدمين قطوة الفنية يا أبطال الوثب تحريك اليدين الخلف وأعلى مع ثاني مفصل الرقبتين أثناء الارتقاء تأرجح اليدين لدفع الجسم إلى أعلى أيضا التركيز الرئيسي يكون على مسافة الأفقية نلاحظ الآن في الوثب الأفقية يا أبطال عندما أكون سوف أقوم بعملية الوثب تحريك اليدين الخلف مع ثاني رقبتين لكي يقوم بدفع الجسم إلى أعلى ونزول إلى المنطقة التي أريد أن أهبط فيها نلاحظ الآن هنا الأستاذ يقوم بعملية تأدية الوثب الأفقي نلاحظ حركة الدراعين ثم الدفع نلاحظ الآن هنا حركة الدراعين لكي تأخذ هايزا ثم الدفع إلى الأمام وهذا هو الوثب العمودي من أعلى إلى أسفل من أسفل إلى أعلى الآن هذا النمط الثالث وهو من ارتفاع نلاحظ قفش ثم الهبوط على نفس المنطقة نلاحظ الآن يقوم من أبطال بتطبيق الوثب الأفقي نلاحظ حركة اليدين ثاني رقبتين الدفع نرجع ثم القوة الانفجارية وانتقال من مكان إلى آخر الآن يا أبطال فيديو هذا بيوضح أن أكثر عملية تعلم الوثب الصحيح السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بك عزيز الطالب سنتعلم في هذا الفيديو بمشكلة التي تعالى عن الوثب الصحيح في المكان فما المقصود بذلك يعد الوثب حركة انفجارية تتمثل في دفع كتة الجسم بأكمله في الهواء لذا فهو يتطلب قدرا كافيا من قول عضلية لتحقيقه ويتكون الوثب من جزئين أساسيين هما الارتقاء والهبوط ويأخذ الوثب أنماط مختلفة أفقا لاتجاه الحركة فيه من هذه الأنماط الوثب الأفقي والوثب العامودي والوثب من الارتفاع ويعتبر الوثب القدمين للأمام أحد أنماط الوثب الأفقي وهو حركة انفجارية تتطلب توافقا في الأداء لكل أجزاء الجسم ويكون الارتقاء والهبوط بالقدمين معا ويراء في ذلك أيضا تحريك الذراعين للخلف وأعلى معثني مفصل الركبتين أثناء الارتقاء تمرجح الذراعان للأمام وأعلى مدى بقوة وتظل الذراعان إلى أعلى طوال مدة الوثب ويكون التركيز الرئيسي على المسافة الأفقية يتم فرد كامل المفصل القدمين والركبتين والفخذين في مرحلة الارتقاء وأثناء لحظة الهبوط يتم ثاني الركبتين لامتصاص الاصطدام بالأرض الآن يا أبطال سأطبق لكم نموذج يحاكي الثلاث مهارات أولا الوث من الارتقاء بشكل هذا ثاني الركبتين مرجح الذراعين للخلف جميل النقطة الثانية الوث بشكل عامودي بشكل هذا يا أبطال ثاني الركبتين مرجح الذراعين مع ثاني الجدع قليلا للأمام النقطة الثالثة الوث بشكل أفقي اللي راح نركز فيها مع الأبطال فهد ومشعل أيضا ثاني الركبتين ثاني الجدع مرجح الذراعين للخلف بالشكل هذا جميل والآن يا أبطال راح نطبق نموذج مع الأبطال فهد ومشعل ونبدأ بفهد فهد ثاني الركبتين مرجح الذراعين للخلف أبدأ أحسنت فضل المشعل ثاني الركبتين أبدأ أحسنت يا بطن وبكذا يا أبطال نكون طبق نموذج يحاكم ماطل الوث من الارتفاع وبشكل عمودي وبشكل أفقي ودمتم بصحة ونشار لاحظنا يا أبطال في الفيديو السابق تعلمنا نواع الوثب الثالثة عن ماطل الوثب الأفقي والعمودي والوثب من الارتفاع نأتي الآن سؤالنا لهذا اليوم يتكور الوثب من جزئين أساسيين ما هما الأجزاء الأساسية الوثب الأبطال أحسنتم الارتقاء والهبوط الارتقاء والارتفاع إلى أعلى والهبوط عندما الأرض تلامس الأرض تلامس الأرض بعد الارتفاع لا ننسى أثناء تأدية هذه المهارة لابد من التدازي الرياضي المناسب وكذلك الحذاء المناسب وشرب الماء باستمرار والراحة بعد أداء هذه المهارة والمكان المناسب والآمن في لغاية وصلنا نهاية الدرسنا هذا اليوم أشكركم الحسن استماعكم كما معكم أستاذ بدر ناصر الفهيد